في زمن السلف الصالح كان رجل اسمه يحيا جارا لرجل تقي وطيب القلب يحسن التعامل مع كل الناس وخاصة جيرانه وكان اسمه أبو أحمد البغدادي ومع مرور الأيام تبدلت أحوال يحيا من الغنى إلى الفقر وتكاثلت عليه الديون ولأنه كان يتمتع بحياء كبير لم يخبر أحدا بحاله حتى أقرب الناس إلى قلبه وهو جاره البغدادي وعندما طال صبره لجأ إلى بيع بيته ليقوم بالتزاماته ويسدد ما عليه من ديون وقدر ثمن بيته بألفي دينار رغم أن ثمنه في هذا الوقت لا يساوي أكثر من ألف دينار وعندما أخبره من يريدون شراء بيته بثمنه الحقيقي الذي يساويه قال لهم أعلم أن بيتي لا يساوي أكثر من ألف دينار وهذا ما قدرته فعلا ولكني قد أضفت إلى ثمنه الحقيقي ألف دينار أخرى نظرا لوجود بيتي إلى جوار أبي أحمد البغدادي والجار قبل الدار في هذا الوقت علم أبو أحمد البغدادي بالأمر وأن جاره يحيى يمر بضائقة مالية كبيرة ولم يخبره فما كان منه إلا أنه واساه في مصيبته أولا ثم عاتبه ثانيا لعدم إخباره بظروفه الجديدة وذكره بحديث النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحصن إلى جاره وبعد ذلك قام بتسديد ديونه كاملة وأقرضه ما يكفيه ليعيش حياة هانئة فبكى يحيى من شدة فرحته وشكر جاره الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا شقيقان اقتسم ميراثهما بعد وفاة أبيهما وافترق كل منهما في طريق الشقيق الأكبر كان يعمل بالتجارة وكان صالحا يربي أبنائه على تقوى الله كما كانت زوجته لا تعرف إلا طاعة الله هو عمل الخير بينما كان الشقيق الأصغر تاركا زمام بيته ونفسه لزوجته التي كانت لا تهتم سوى بنفسها ومكانتها في المجتمع بعد فترة من الزمن تعرض الشقيق الأكبر لخسارة كبيرة في تجارته أفقدته كل أمواله فذهب هو وزوجته وابنته الكبرى إلى شقيقه يطلب مساعدته حتى يقف على قدميه مرة أخرى ولكن زوجة شقيقه أساءت استقبالهم وتعرضت لهم بألفاظ نابية وحين اعترضت الإبنة الكبرى على كلام زوجة عمها قامت زوجة العم بصفعها وطرد الجميع من البيت حزن الأب كثيرا من موقف شقيقه السلبي ومن قسوة زوجته ولكنه ابتسم وقال لأسرته كيف نسينا الله ولجأنا لبشر مثلنا هيا بنا نقوم الليل وندعو الله ليفرج كربنا ثم بعد ذلك لا تنسوا خبرتي في مجالي فهناك المئات من رجال الأعمال يتمنون عملي معهم وبالفعل بعد شهر واحد عرض رجل أعمال شهير على الشقيق بأن يتولى إدارة إحدى شركاته ويقتسم الربح مناصفة وبعد عامين عاد رأس مار الشقيق الأكبر كما كان وأكثر في نفس الوقت ساءت أحوال أسرة الشقيق الأصغر وفقدوا حتى بيتهم لسداد ديونهم ودارت الدائرة وذهبت زوجة الأخ الأصغر تستعطف شقيق زوجها وزوجته فأسرعت الإبنة وقالت لزوجة عمها في وجود أمها وغياب أبيها ردا على تحيتها لا حياك الله ولا قربك الحمد لله الذي أزال نعمتك هل لسيت حين أتيناك منذ عامين وماذا فعلت بنا ضحكت زوجة العم برغم بؤسها وقالت يا ابنة أخي ألم يعجبك صنيع الله بي على فعلة السيئة معك وقسوتي عليكم جميعا فوالله لو لم يكن من عقاب الله لي إلا ما ترين من حالي لكفى فهل تريدين الاقتداء بي حتى يصيبك ما أصابني والله يبنت ما جاء بي إلا الضيق والجهد الذي لا يخفى عليك من حالي ثم همت بالخروج فأسرعت الأم ولامت ابنتها ثم نادت على زوجة شقيق زوجها وعانقتها وأجلستها بجوارها وأمرت لها بالطعام ومنحتها من الملابس والنقود ما يليق بها فنظرت الابنة لأمها وهي في غاية الضيق لما فعلت أمها مع التي أهانتهم جميعا وفرحت الابنة بقدوم والدها وأخبرته بالأمر فأيد موقف زوجته وغضب من ابنته وقال لها أهذا مقدار شكرك لله عز وجل على نعمته وقد أمكنك من زوجة أخي على هذه الحالة التي وصفتها فوالله لو لا مكانك في قلبي لحلفت أن لا أكلمك أبدا فما هذه بأخلاق الكرام والله لا يرضيني منك إلا لاعتذار لها أين نحن يبنتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لزعماء قريش وهم الذين آذوه وقتلوا أصحابه وأخرجوه من بلده اذهبوا فأنتم الطلقاء أليس هو القائل أيضا ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ثم تحدث إلى زوجة أخيه وقال لها اطمئني فأنت في بيتك وبين أهلك وما أنا إلا في موضع أخيك أما أخي فسوف أقف بجانبه وأعطيه ما يحتاجه من مال حتى يعود كما كان تاجرا له اسمه ومكانته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر